خامسا تغيير تطبيق المبادئ المحاسبية طبقا لمفهوم أو لمبدأ السبات أو التجانس في المحاسبة فإنه يجب عدم تغيير تطبيق المبادئ المحاسبية من فترة إلى أخر حيث أن هذا التغيير يؤدي إلى تقلبات في قيمة الدخل نتيجة تطبيق قواعد محاسبية مختلفة عن تلك التي تم تطبيقها في الفترات السابقة ولذلك فإنه بالرغم من أهمية مفهوم الثبات أو التجانس إلا أن الفكر المحاسبي لا يمنع من إجراء مثل هذا التغيير في تطبيق المبادئ المحاسبية إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك فإذا قامت الشركة بذلك فإنه يجب الإفصاح عن أثر هذا التغيير في القوائم المالية الخاصة بالفترة التي حدث فيها ذلك التغيير وقد وضع الفكر المحاسبي قيودا على هذا الإفصاح حيث تلزم المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما ضرورة تحديد الفروق التراكمية في قيم الأصول التي نتجت عن مثل هذا التغيير في تطبيق المبادئ المحاسبية وذلك أيضا بعد استبعاد أثر الضرائب ويجب إظهار هذه الفروق بطريقة مستقلة في قائمة الدخل المتعلقة بالسنة التي اتخذ فيها قرار التغيير وفي مرحلة تالية للوصول إلى صاف الدخل من النشاط العادي مثل البنود الاستثنائي والمثال التالي يوضح كيفية حساب الفروق التراكمية إذا ما قامت المنشأة بتغيير طريقة الاستهلاك المتبعة مثلا في استهلاك الآلات المثال التالي يقول بفرض أن منشأة الرضا لصناعة السيارات قررت في 1.1.4.21 قررت تغيير طريقة الاستهلاك المتبعة في استهلاك الآلات بدلا من القصة السابت إلى طريقة مجموع سنوات الاستخدام كانت الآلة مشترى في 1.1.419 بمبلغ 200.000 ريال وكان عمرها الإنتاج خمس سنوات وقيمتها كخردة 20.000 ريال في هذه الحالة نقوم بحساب الاستهلاك المحمل على قائمة الدخل طبقا للطريقة التي كانت مستخدمة وهي طريقة القصة السابت حيث تم توزيع أو حساب قصة الاستهلاك بطريقة القصة السابت على النحو التالي قصة الاهلاك بيساوي تكلفة الأصل 200.000 ريال قصة الاهلاك يساوي تكلفة الأصل 200.000 ريال ناقص القيمة كخردة 20.000 ريال الناتج 180.000 ريال بقسمة الناتج على العمر الإنتاجي للأصل خمس سنوات يتضح أن قصة الاستهلاك السنوي 36.000 ريال إذا ما تم حساب قصة الاهلاك بطريقة مجموع سنوات الاستخدام والتي يتم حساب مجموع السنوات هذه بناء على العمر الإنتاجي للأصل هو خمس سنوات إذن مجموع سنوات الاستخدام عبارة عن خمس سنوات زائد أربعة زائد تلاتة زائد اثنين زائد واحد مجموع سنوات الاستخدام خمستاشر إذن بضرب 180.000 بالنسبة للسنة الأولى في خمسة على خمستاشر الناتج 60.000 ريال في أربعة على خمستاشر في السنة الثانية الناتج 48.000 ريال في تلاتة على خمستاشر في السنة الثالثة الناتج 36.000 ريال بحساب الفروق التراكمية الناتجة عن تغيير طريقة حساب قسط الاستهلاك السنو من الثابت إلى مجموع سنوات الاستخدام في سنة التسعتاشر كان المحمل 36 في حين مع تغيير الطريقة 60 فإذن الفرق 24 في السنة الثانية 36 كان ما يجب تحميله طبقا لطريقة مجموع سنوات الاستخدام 48 الفرق 12.000 إذن في السنة الثالثة لسنة 21 والتي تم فيها تغيير الطريقة المتبعة إذن مجموع الفروق التراكمية عبارة عن 36.000 ريال وعلى ذلك يمكن إظهار أثر الفروق التراكمية في قائمة الدخل لعام 21 على النحو التالي كما هو موضح في الأمثلة السابقة نصل إلى المرحلة الرابعة من قياس الدخل وهوصاف الدخل من النشاط العادي والذي توصلنا إليه بأنه عبارة عن 153.900 ريال يطرح بعد ذلك الخسائر الناتجة من البنود الاستثنائية نتيجة الإعصار وقدرها خالية من الأثر الضريبي 7.000 ثم الفروق التراكمية الناتجة عن طريقة الاستهلاك بعد استبعاد الضرائب كانت هذه الفروق التراكمية عبارة عن 36.000 ريال تضرب في 30% اللي هي الضرائب نصل إلى أن الناتج 10.800 بطرح 36 ناقص 10.800 الناتج 25.200 إذن سنصل إلى أن نصاف الدخل السنوي 58.700 سادسا التغير في التقديرات المحاسبة التقديرات أصلا ملازمة للعمليات المحاسبة وغالبا ما تتم هذه التقديرات بناء على الأعمار الانتجية والقيمة المتبقية كخردة للأصول القابلة للاستهلاك وكذلك أيضا تقديرات الديون المشكوك في تحصيلها وخسائر المخزون المتقد وقد يتم أو قد يحدث أن تتغير هذه التقديرات عادة نتيجة لتغير الظروف أو ظهور مستجدات أو الحصول على معلومات إضافية لم تكن متوفرة من قبل ويتم المحاسبة عن هذه التغيرات أو عن هذه التغيرات التي حدست في التقديرات في الفترات التي حدث فيها ذلك التغير في التقدير وذلك إذا ما أثرت على هذه الفترة فقط أو في فترة التغيير والفترات التالية لها إذا ما امتد أثرها على كل تلك الفترات ثم بعد ذلك نقوم بحساب ربحية السهم كما ذكرنا في الأمثلة قبل ذلك ويتم حساب ربحية السهم من خلال قسمة صافي الدخل كما هو موضح فيما سبق على المتوسط المرجح للأسهم العادية المصدرة وذلك على النحو التالي ربحية السهم تساوي صافي الدخل على المتوسط المرجح للأسهم العادية المصدرة وفي حال توجود أسهم ممتازة في رأس مال الشركة فإنه يتم حساب ربحية السهم تساوي صافي الدخل ثم نستبعد منه التوزيعات التي تمت على الأسهم الممتازة ويتم قسمة الناتج على المتوسط المرجح للأسهم العادية المصدرة